اشتركوا في القناة احسب طاقة الترابط النوع طاقة الترابط النوع العنصر الهليام اتشي اي 2 اربعة اذا علمت ان كتلة البروتون كذا وكتلة النيوترون الرقم العطهولي والكتلة الفائلية الرقم اللي عطهولي طبعا وحدة ايه الكتلة الزري طبعا مسألة زادية لها 3 خطوات واذا طلب خطوة الرابعة بنعمل ايه هي طاقة الترابط ممكن يقول لي ثم احسب طاقة الترابط النووي لنيوكليون واحد او لجسيم واحد لجسيم ايه واحد خلينا في التلاتة الاساسيين رقم واحد حساب كتل مكونات النواة اللي بنقول عليها الكتلة الحسابية الكتلة الحسابية نمشي مع بعض كده كتلة حسابية اه طب كتلة الحسابية لها قانون اه ما هي اهم حاجة القانون اللي هنطبق فيه بنقول عدد بروتون وهنجيبه منين من العدد الزري العدد الزري عندي ايه بعد عدد البروتون فيه كتلته فين كتلته في المسألة نقفل قوس زائد عدد نيوترون في كتلته طيب النيوترون نجيبه ازاي هنقول اربعة ناقص اتنين نطلع ايه النيوترونات نبدأ على طول يلا عشان الوقت عدد البروتونات اتنين اتنين في واحد علامة صفرين سبعة وتمانين انا عملها لكم بالعربي ممكن تدعمل انجليش هو سهلة جدا بس عشان الوقت برضو نفهمها للجميع كله يفهم ايه بنعمل ايه زائد عدد النيوترون كام اتنين في كتلته واحد علامة صفرين سبعة وتمانين يبقى ايه تانية تمانية وسبعين خلاص عمل مشترك سهلة بالألل حسبة نحسبها ما حسبناهاش ما معناش ألل حسبة سهلة الرياضة هي تمانية سبعة صفرين علامة واحد اتنين زي ما هي مضروبة في ايه بقى سبعة وتمانية خمستاشر تمانية وتمانية ستاشر واحد صفر علامة خلاص واحد واحد كام اتنين نضرب كلا بسرعة اتنين في خمسة بعشرة اتنين في ستة باتناشر تلاتاشر تلاتة صفر علامة اربعة ديه واحدة كتل زرية اللي بنعملها ايه حرف الايه اليوم رقم اتنين بقى رقم اتنين النقص في الكتلة النقص في الكتلة النقص في الكتلة بيساوي ما انتهينا بنبدأ بيه الكتلة الحسابية ناقص الكتلة الفعالية اللي اعطاهالي يبقى الحسابية اللي انا حسبتها الفعالية اللي اعطاهالي في المسألة الكتلة الفعالية موجودة اه موجودة اعطاهالي خلاص كتلة الحسابية كام اللي طلع اربعة علامة صفر تلاتة تلاتة صفر ناقص الكتلة الفعالية اللي اعطالي فهو هي موجودة هي ناقص اربعة علامة صفرين بديكو اساسيات الانجل السهل بالمناسبة هو كتابة القوانين كلها بالعربي بس الارقام بس اللي بنكتبها انجلش خلاص نطرح كده اتنين من عشرة تمانية واحد من اتنين واحد هنا تلاتة صفر علامة عشرية صفر خلاص مازلنا فيه وحدة كتل ايه زرية وحدة كتل زرية اللي هو وحدة قياس الايه الكتل الزرية بروتون نيوترون طيب رقم تلاتة بقى وده اخر حاجة في المسألة طلب مني طاقة الترابط النواء طاقة الترابط النواء لها قانون اه من حيث من تهينا بنبدأ النقص في الكتلة النقص في الكتلة في رقم سابت تسعمية واحد وتلاتين عشان تحويل الكتلة بوحدة الكتلة الزرية لطاقة ترابط نووي مليون الكترون فولت زي ما نشوفه الوقت النقص في الكتلة طلع لكم في المسألة الرقم اللي عطهولي علامة صفر في تسعمية واحد وتلاتين هتطلع لتقريبا تمانية وعشرين وتمانية من عشرة او تمانية وعشرين ايه من مية بس بناء من ايه بقى مليون الكترون فولت مليون الكترون فولت ده واحد القياس مين طاقة rpm طيب لو طلب مني الرقم 4 اللي انا كتبها في الاخر في المسألة رقم 4 نعملها علامة هي لو طلب مني طاقة الترابط لجوثيم واحد طاقة الترابط لجوثيم واحد طاقة الترابط لجوثيم واحد بيساوه من حسما انت هنا برضه لو طاقة الترابط النووي على العدد الكتلي اللي بسمينه نيوكليون نيوكليون عدد الكتلي اللي هو الرقم اللي فوق يعني على الاربعة يعني تمانية وعشرين وتمانية وعشرين من مية على الاربعة في السبعة علامة سبعة من مية خلاص يبقى الاربعة في سبعة بكام بتمانية وعشرين والاربعة في سبعة بكام بتمانية وعشرين. يبقى دي كلا في علامة عشرية صح. تمام. يبقى مليون ايه الكترون ايه فولت. دي مسألة ومهمة بالمناسبة. المسألة التانية عكسي دي تماما ودي المتوقعة تيجي. طب دي متوقعة انت عمل لنا اللي فوق ليه? عشان نعرف الترتيب ونفكر ازاي. يعني مسألة المتوقعة تسعة وتسعين في المية تيجي ان شاء الله هيجي يقول لي احسب الكتلة الفالية. كتلة ايه? الفالية. بس سيديني ازا علمت ان طاقة الترابط. النوعي. لنواة زرة الهليام. اعطيها لي كام اللي هي لسه مطلعينها حالا قداميها? خلاص? تمانية وعشرين وتمانية ايه? وعشرين من مية مليون الكترون ايه فولت. طبعا هيديني كتلة بروتون زي اللي فوق بالزبط عشان الوقت ويديني كتلة ايه? النيوترون. بس كده? اه. طب نبدأ الحل ازاي? اولا عايزين نفكر مع بعض. الكتلة الفالية بنجيبها من اين? من الخطوة التانية. يعني ايه الخطوة التانية? اولا انا هحسب حساب الكتلة الحسابية. كتلة الحسابية زي رقم واحد بالزبط. وعشان الوقت مش هنضعها وقت هي نفس الحسابات بتاع رقم واحد. يعني هتطلع لكام? اربعة علامة صفر تلاتة تلاتة صفر. واحدة كتل زرية. يعني الخطوة الاولى عملتها? اه. طيب ما تيجي نشوف فقا الخطوة التانية حكيتها ايه? عشان نشوف الترتيب اللي هنمشي في بداية الحل. احنا لسه محلناش. حساب الكتلة الحسابية جبناها بالطريقة الاولية رقم واحد. طب انا عندي النقص. النقص في الكتلة. بتساوي ايه? بتساوي الكتلة الحسابية عندي. الكتلة الفعلية مايش عندي. دي اللي مطلوبة. الكتلة الفعلية اللي مطلوبة. يمشوا معها في الخطوات عشان نفهمها. عشان ممكن يجيب لها اي رمزة عنصر تاني. وبالارقام الزرية والعادة الكتل بتاعه. يبقى دي اللي مطلوبة. اه. دي موجودة. النقص في الكتلة مش موجودة. طب اجيبها منين? من رقم تلاتة. نشوف الترتيب المنطقة كده. الحل المسألة عشان نفهم. زي ما قلنا الكيميا. محتاجة فاهمة اكتر من الحفز. عشان الناس اللي بتحفظ بس وخلاص. طب رقم تلاتة في ترتيب الحل. ها? النقص في الكتلة ممكن اجيبها منين? من رقم تلاتة. طاقت الترابط على طهالي. طاقت الترابط النوى بالساوي النقص في الكتلة في تسعمية واحد وتلاتين. طب انا عاوز النقص في الكتلة اجيبها? اه. سهل جدا تيجي. النقص في الكتلة بتساوي طاقت الترابط اللي عطاهالي النووي على تسعمية واحد وتلاتين. يبقى هنا ها طاقت الترابط النووي عطاهالي كام? عطاهالي الرقم اللي طالعه في المسألة. تمانية وعشرين وتمانية وعشرين من مية. على تسعمية واحد وتلاتين. طب النقص في الكتلة كانت طالع عندي في المسألة كام? اكني بنقلها? اه ما انا جاب لك مسألة وعكسها عشان ايه? ها? الارقام قدامنا. وبالالحسبة بناجي اعملها. ما يا دي مسألة عكسية للفوق. يبقى الارقام زي بعضها? يبقى النقص في الكتلة بفاهمك? او بفاهمك الخطوات اللي بنحل بيها. يبقى النقص في الكتلة انا جبتها? والكتلة الحسابية انا جايبها في رقم واحد. اذا مطلوب مني ايه? الكتلة الفعلية. طب الكتلة الفعلية بقى اخر خطوة. كتلة الفعلية. الكتلة. الفعلية اللي هي مطلوبة. بتساوي ايه? طب دي بالسلب هنا. طب انطلعها بالايه? بالموجة. خلاص? يبقى تساوي الكتلة الحسابية اللي طلع. ناقص الكتلة. ناقص النقص في الكتلة. اللي لسا جايبها. نبص كده. الكتلة الفعلية جبناها باشارة مخلفة في الطرف الايمن. الكتلة الحسابية زي ما هي. النقص في الكتلة جبناها في الطرف الايسر باشارة ايه? اه سالب. طيب نحسب بقى اخر حسبة. الكتلة الفعلية عندي هتطلع ازاي? الكتلة الحسابية طالع عندي كام? اربعة علامة عشرية صفر تلاتة تلاتة صفر. نقص نقص في الكتلة. نقص في الكتلة لسه طالع عندي واحنا قلنا الرقم بتاعه حالا. النقص في الكتلة طالع لي تمنتاشر تلاتة زيرو. يبقى علامة عشرية صفر تلاتة واحد تماني. طيب نطرح الاتنين مع بعض. هيديني الكتلة الفعلية. اللي هي اربعة بالال %. بالحسبة بهها. اربعة علامة عشرية صفرين واحد واتنين من عشر. الكتلة فعلية يبقى بوحدة ايه القياس? بتاع الكتلة الزرية اللي هي يو. يبقى تهنب بسرعة كده. احساب الكتلة الفعلية. طلب مني الكتلة الفعلية. اجيبها ازاي? حساب الكتلة الحسابية زي رقم واحد في المسألة الاولينية. وخلاص وطلعناه وطلعنا الرقم. عدد برو تون في كتلته. او او كتلة في عدد البروتون. زائد عدد النيوترون في ايه في كتلته خلاص بعد كده النقص في الكتلة عبارة عن كتلة الحسابية نقص الكتلة الفعالية تباني كاتب دي ليه عشان نشوف ايه اللي ايه مطلوبه ييجي المطلوب ييجي من معادلة رقم اتنين ديت النقصة في الكتلة لان الحسابية دي موجودة عندي الكتلة الفعالية مطلوبة طب ما النقصة في الكتلة ممكن اجيبها اه طاقت الترابط من المعادلة التالتة طاقت الترابط النوى على ايه? تسعمية واحد وتلاتين. طلع لي الرقم اللي عند ده. يبقى الكتلة الفاعلية بنجيبها في الطرف الايمن باشارة مخالفة. بقت موجب. كتلة الحسابية زي ما هي موجبة. هنجيب النقص في الكتلة باشارة سالب. باشارة سالب في الطارح عمليات حسابية. يبقى الوقت هنا كتلة حسابية. رقمها. ناقص النقص في الكتلة. الداني الرقم اللي هو بتاع الكتلة الفاعلية اللي مطلوب. ده كان اخر حاجة في حلقة النهاردة. ما تنسوش الاشتراك في قناتنا. مصطفى رجب خبير العلوم عشان يوصل لكم كل جديد. والى اللقاء في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.